اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او التي استعملت فيها وسائل الالكترونية بحيث ان التعارف مختلفة في هذا الميدان بين الشقين او الشق التاني لكنه زاد خصوصية ثالثة الى الخصوصية التانية وهي الجزال الالكترونية في او عبر وسائل التواصل الشمائي المعروفة كالفيسبوك والتيتر وإلى آخرين كنت محظوظ اليوم وقد ناقشت الموضوع بإلعادة اوضفته الى ذلك بسالة المحاولة في الفعل وكذلك الشق البادل المتعلق بالحق في الصورة ثم دعوة الى المشاكل المغربي قد ادى تعديل بعض الفصول من مثلا ضاهير شريف المؤرخ في 21 مايه 1874 بإضافة التخدير الالكتروني لان الضاهير الشريف يتحدث عن المواد الصلبة او غير الصلبة المحدد فقائمة المعروفة والمحددة لاصناف المخديرات والتي لم تكن إداكا التخدير الالكتروني منذ منها الآن أصبح واردا هذا التخدير الالكتروني ولو من أضرار ما لأو من أضرار فيجب أن تعدل الضاهير بإضافة التخدير الالكتروني كذلك تعديل بعض الفصول في مضاير 1858 الذي يتحدث عنه الغش في المباركة العمومية والذي يختلف عن الغش في الامتيحات المدراسية الضاهر المؤرخ في 1858 يتحدث عن كل محاولة الغش ولا يذكر الهاتف النقال لماذا؟ لأن لم يكن هناك في 1858 الهاتف النقال فإذن القاضي النياب العموم أو قاضي الموضوع يستشف الغش أو معاونته إذا كانت مجرمة أو غير مجرمة بصفة عامة الغش يستشف من كل فعل يؤدي للغش لكن حمل الهاتف المحمول أثناء المباركة العمومية لا يعتبر غشا لأن الحيازة المادية لا تعتبر إلا إذا أقصرت بوسائل أخرى أو بظروف أو بظروف آخر يستشف منه أن الهاتف المحمول سوف يستعمل لارتكاب الغش لكن بخلاف ذلك القانون الجديد المتعلق بالقانون المدرسي أو المتاحة المدرسية فإن حمل الحتف المحمول لوحده يعتبر في إحداداته وسيلة للغش إذن يجب أن نقيم نوع من التوازن بين نظرة 50 حيث لم تكن وسائل التواصل الشماعي أو لا تفنى النقالة كوسائل للغش وبين القانون الجديد 2016 ثم تعديل بعض القوانين مثلاً نعتقد تعديل مدى 2490 أو 491 من القانون الجناعي المتحدثة عن الخيانة الزوجية وعن الفساد أي فيما تعلقوا بالعلاقة الجنسية عبر وسائل التواصل الشماعي أو الجريمة الجنسية الإلكترونية كذلك تحدثوا في المحاولة عن الجريمة تظوير مثلاً فتظوير له وجهان وجهو تظوير في الورقة ووجهو السيعمال وما مختلفين فمثال تضبط ضربة الأستاذ المصباحي حول تظوير عبر طبع ورقة مالية عبر الحاسوب وعدم الضغط على الزجن أو الطبع هذا قد لا يكون مجرماً لكن إذا كذلك إيقاف المتهم وهو الذي حاله دون الضغط على الزجن فإنها محاولة مجرمة ويعتبر الفاعل قد تتكلم جريمة جنحة النصب أفوال تظوير في محرن على حسب واشبانكي أو غير ذلك إذن دي فرصة جميلة جداً وفرصة لكذلك أشخصياً لأتحاور وأستفيد من الموضوع من أستاذ مصباحي كانت محاولة أخرى للجمهورية على الأسئلة وتقريب وجهو النظر ونحن اليوم سعداء بوجودنا جميعاً أنتم ونحن جميعاً برواقة نيابة العامة وكما هو اسم نيابة عامة مواطنة فعلاً تلك النيابة العامة التي لا يعرف عنه الكثير أعلم أن أعرف عن نيابة العامة أن تدافع الحقوق وتدافع عن الحق العام والمصالح الدولة والأفراد والحريات لكن اليوم نيابة عامة متقفة وتنشر المعلومة القانونية بسم الله الرحمن الرحيم عبد العالم صباحي محامي عمبي محكمة النقد باحث فشأ القانوني تخصص نيابة عامة تحضرون معي اليوم في جناح رئاسة نيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب في دورته 29 وذلك لإلقاء الندواء حول موضوع الجريمة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي أترت أن تكون هذه مدخلتي لأنه لماذا؟ تنزيلاً لعنوان جناح رئاسة نيابة العامة وهي جريمة مواطنة نحاول من خلال هذا العنوان أن نتواصل مع المواطن أن نقدم له الأمور التي قد تغيب عنه خصوصاً في المجال القانوني أن نعرفه أو نشعره بخطورة هذه الجريمة التي هي تتأرجح بين الإباحة والجريم حيث أن عدد من الأشخاص قد يرتكبون جرائم متعلقة بالجريمة الإلكترونية وهم غير آبهين وغير عالمين أنهم كانوا موضوع ارتكاب جرم أو أنهم كانوا ضحايا الجرم ولا يعلمون ذلك فهذه الجريمة هي دخلت إلى البيوت بدون استئدان مست الحياة الخاصة للأشخاص أثرت على المؤسسات العمومية والدولية بل أكثر من هذا أن الحرب القادمة لا قدر الله قد تكون حرباً إلكترونية بامتياز يعني أن لن نجد جنود ولكن نجد أشخاص يتقنون الإلكترونيات والمعلوميات بشكل جيد وباستطاعتهم أن يشلوا حركة العالم بالضغط على الزر المعين أقول أن هذه الجريمة التي سميتها الجريمة اللغز هي جريمة قد نجد مثلاً أنها جريمة حقيقية في عالم افتراضي أو جريمة افتراضية في عالم خيالي كيف ذلك؟ جريمة حقيقية في عالم افتراضي كمن يقوم بتزوير عملة نقدية ولكنه يحتفظ بها في الحاسوب يعني أنها استكملت الجريمة عناصر التزوير كاملة ولكن ما دام لم يقوم بنشرها أو طبعتها فهي لازلت في عالم افتراضي وقد نكون أمام جريمة افتراضية في عالم حقيقي كما هو الشأن بالنسبة لترويج لعملة البيتكوين أو العملة الافتراضية حيث أن الآن هناك عدد من التجار الإلكترونيين أو الإي كوميرس كما يسمى يقومون باستخدام أرصيدة فيها عملة افتراضية يبيعون ويشتارون وهم يخالفون بذلك النهج المشرع والذي يحرم إلى يومين هذا كباقي الدول عدد من الدول يحرم العملة الإلكترونية إذن هذا اللبس اللي تكلمنا عليه واللي جاء جات الجريمة الإلكترونية لتخلط الأوراق بالنسبة للمشرعه حيث أنها ضربت مبدأ التقادم أصبحت جريمة لا تخدع للتقادم مدام أنها تنشر وتعاد نشرها جريمة لا تعترف بالاختصاص المكاني ولا الزماني جريمة لا تحدد من هو المسؤول ناقص المسؤولية ومنعدم المسؤولية وكامل المسؤولية كأشخاصين مثلا طفل له سنتين استطاع أن يحصل على هاته في أمه الدكي وقام بتصوير أشخاص دون علمهم فهو مثلا فاعل دون علمه وهو معفيه بمقتدى القانون ولكن مع ذلك فقد شارك في هذه الجريمة الإلكترونية بعلمين أو بدون علم أو بدون حتى إرادة لهذا حاولنا من خلال هذه المداخلة أن نسلط الضوء على الجريمة وما يجب على كل مستعمل الوسائل للتواصل الاجتماعي أن يكون حذرا جد حذرا وهو يستعمل هذه المواقع حتى لا يقع في الجرم ولا يقع في الخطأ المعاقب عليه قانونا وشكرا رحيم جلالي عقبي رئيس واحدة الدراسات والتوتيق برئاسة نيابة العامة رئاسة نيابة العامة تتشارك المرة الرابعة في المعارض الدولي النصر والكتاب تحتى نفس الشعار المؤسسة هو نيابة عامة مواطنة نيابة عامة مواطنة أي نيابة عامة منفتحة على فضاء الخارجي وانفي ساحة لرئاسة نيابة العامة هو الشعار ذي نيابة عامة مواطنة نيابة عامة مواطنة أي نيابة عامة منفتيحة وتسيد هذه الشعار هذا رئاسة نيابة العامة فتحك البلد بهالزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب وتتعرفهم بخدمات هذه المؤسسة وكذلك عرفناهم بإصدارات رئاسة نيابة العامة من قوضات الرئاسة وقوضة النيابة العامة بن محاكيم وكذلك عرفناهم على أهم خدمات الخدمات المؤسسة وخدمات هذه المؤسسة جمعناها في واحد دليل المطويات في أهم خدمات هذا الدليل الوضاع نهرا إشارة عموم المواطنين تحضروا للرواق طلبة المحامون أسسيدة جامعيين عموم الناس مرصفقين المعرض تدخلوا كذلك أطفال المدارس تدخلوا أطفال المدارس تنعرفهم على خدمات هذه المؤسسة ومعنى هذه النيابة العامة وأهم من الخدمات التي تقدمها في إطار الانفيزاح كذلك نفتحناها كذلك على طباقة الهشاء طبقة المكفوفين حيث أننا قدمنا لهم هذه الخدمات دي لرئاسة النيابة العامة بلغة برايل كذلك الطبقة الأخرى دي لصمو البوكم قدمنا مواحد فيديو بلغة الإشارة كذلك المشاركة دي لرئاسة النيابة العامة كانت بواحد برنامج مكتف برنامج مكتف فيه عروض ولقاءات تواصلية هذه العروض تقدمها قضات وأطر النيابة العامة وبين هذه المواضع المهمة لقدمتها رئاسة النيابة العامة كان موضوع الاعتقال الاحتياطي وتعزيز بديل كان العنف الرقمي كان الجريمة الإلكترونية كان موضوع قراءة في مناشير ودورية رئاسة النيابة العامة كان موضوع آخر تتعزيز الولوج إلى العدالة خدمات رئاسة النيابة العامة كلها جسدناها في هد في هد في هد في هد العروض وطبيعة الحال تنفيذ حباب المناقشات المواطنين تطرحوا التساؤلات دي لهم وتنجي وتنجوبوا عليهم هاتشي كله باش نجددك الشعار دي المؤسسة النيابة عامة مواطنة اي نيابة عامة من فتحاق على جميع المواطنين شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة